من منصة وقناة المشهد مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من استوديو العرب بينك فترة وفترة للأسف نرجع بنعيد نفس الكلام دايما نرجع بنحكي نفس الكلام ساعة مع هالفريق وساعة مع هالفريق بعد كلكيرسي بلبنان نظهر أنه نحن مجموعة شعوب تكره بعضها جماعتها قطعة أرض اسمها لبنان الكل عم بعيش فيها بينهش بالأرض وبينهش باللي عليها تحت مسميات مختلفة بارح ألاف الجرحة والقتلة بانفجار أجهزة البيجر بنفس اللحظة قدت إلى ما قدت لألائله من أضرار إنسانية بعدد الآلاف من الأشخاص أضرار الإنسانية كبيرة لازم على الأقل إذا ما اضمننا معه أقله إنه نصمت قدام هالمجزرة الإنسانية لكن عند البعض تحولت المصيبة إلى فرح وإلى شماتي وفيديوهات مصيرة للضحق والسخرية ولكن هالشي مش مباشر بس هالشي كان ردا على ما حصل سابقا بعد انفجار رفق بيروت الكارثة لتهكم البعض على اللي حصل باعتبار إنه اللي اتضررت هي مناطق معينة كانت عرضة أكتر من غيرها للأضرار والضحايا كمان وكمان نتذكر بعد كتك العملية اغتيال لشخصية من فريق معين كنا نشوف الاحتفالات السخرية والشماتة من الفريق الآخر للأسف هيدا لبنان وهودي اللبنانيين للأسف قدمح جربنا نحكي ببارح عن التضامن وما التضامن لأنه اللي في السوشيال ميديا ببارح واللي كان يشوفه وقت الأحداث السابقة يبقى بيعرف إنه اللي عم بيتضامنوا هني قلة قليلة بكتير كبيرة عم بتكون فرحانة بأزية غيرها علماً إنه نحنا كلنا لبنانيين والكل عم بعيش على أرض وطن اسم لبنان اللي عم بيموتوا هني لبنانيين بالدم والهوية ولكن جرمهم الوحيد إنهم من مذهب وطيف غير مذهبنا وطفتنا ومن منطقة وسياسة غير منطقتنا وسياستنا ونظرتهم للبنان تختلف عن نظرتنا للبنان وأسوأ من كلها الشيء إنه الكل عم بينشغل بالسخرية وعم بينشغل بالشماتة وما حدا سائل عن تحقيق وكشف الحقيق كشف المجرمين بكل الأحداث اللي صارت يعني كلنا عم نشمت كلنا عم نتمسخر كلنا عم ننزل فيديوهات عم نفشغلنا ولكن ما حدا مننا عم بيجرب للحظة يعرف مين هو هالقاتل هالمجرم اللي عم بيعمل فينا اللي عم بيعملو آخر همكن المجرم بس أهم لكم هو إنه قتل إخوتكم بالوطن اللي رأيهم مش متل رأيكم رجاءا وألف رجاء ما بدكن تتعاطفوا أو تتضامنوا مع خصوصومكن إنتين بأحداث سيب أصارت أو اليوم من أي فريق كنتوا على الأقل اسكتوا أمام مصاب أخصامكن بالسياسة لأنه هو دي أخصامكن بالسياسة إنما هني من وطن هو وطنكن وعم يندفنوا بنفس الطراب اللي بدكن أنتوا بكرة تندفنوا فيه ومثل ما أنتوا عم تشمتوا اليوم هني رح يشمتوا بكرة ومثل ما هني رح يشمتوا بكرة رح ترجعوا أنتوا تشمتوا بعد بكرة لها السبب يجب علينا أن نتوقف فوراً عن سياسة الشماتة وسياسة الشتيمة وسياسة الاتهامات وسياسة اللاوطنية بحق بعضنا البعض لأنه الحقيقة هي أنه نحن لبناني شئتوا أم قبيتوا حبيتوا أم قبيتوا أنت لبناني وأنا لبناني وهو لبناني شو ما صار نحن نبقى لبنانية ويا راية تكون هالأحزان هي خاتمة أحزان